الناسك والجرة زعموا أن ناسكاً كان يجري عليه من بيت رجل تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل وكان يأكل منه قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة فيعلقها في وتد في ناحية البيت حتى امتلأت فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والعكازة في يده والجرة معلقة على رأسه فكر في غلاء السمن والعسل فقال سأبيع ما في هذه الجرة بدينار وأشتري به عشر عنزات فيحبلنا ويلدنا في كل خمسة أشهر بطنا ولا تلبث إلا قليلاً حتى تصير غنماً كثيراً إذا ولدت أولادها ثم حزر على هذا النحو بسنين فوجد ذلك أكثر من أربع مئة عنز فقال أنا أشتري بها مئة من البقر بكل أربع عنزات ثوراً أو بقرة وأشتري أرضاً وبذراً وأستأجر أكرةً وأزرع على الثيران وأنتفع بألبان الإناف ونتاجها فلا يأتي علي خمس سنين إلا وقد أصبت من الزرع مالاً كثيراً فأبني بيتاً فاخراً وأشتري إماءاً وعبيداً وأتزوج امرأة جميلة ذات حسن ثم نأتي بغلام نجيب فأختار له أحسن الأسماء فإذا ترعرع أدبته وأحسنت تأديبه وأشدد عليه في ذلك فإن يقبل مني وإلا ضربت رأسه بهذه العكازة هكذا وأشار بيده إلى الجرة فكسرها فسال ما كان فيها على وجهه